ما نجموش نتحدث على استقلالية القضاء ونحن نتحرك ضمن الأمر 117 استقلالية القضاء وقت اللي ترجع الدولة التونسية إلى العمل وفق مؤسساتها التشريعية وتحديداً مجلس نواب الشعب والمحكمة الدستورية وبالتالي نحن نتحدث هنا في الأمر 11 على شخصية اعتبارية تمثلها شخصية رئيس الجمهورية الذي يعتبر بأنه هو الذي يمثل شرعية استمرار هذا المسار من 25 جوليا إلى ما بعد انتخابات 17 ديسمبر في المستوى هذه فما ناس تشكك في الإجراءات والضوابط القانونية التي يتم الاحتكام إليها في محاسبة كل من تورطا في اعتداءات تمس من هيبة الدولة ومن استقرار الدولة أنا نقول لهنا في المستوى هذا كيف ما قال بكري سرحان معز ينزمنا نوقف الانتصاب الفوضوي في الفضائات الافتراضية حول تسريبات تتعلق بمسألة مصيرية وجوهرية تهم الدولة التونسية وبالتالي ينبغي في المقابل أن تكون هناك جهة رسمية تنير الرأي العام ومفهم الشكول غير وزارة العدل ووزارة الداخلية يخرجونا يعملون ندوة صحفية يوضحونا حيثيات هذا الملف الوازد وخرجوا قبل في قضية اغتيال رئيسين للدولة وقالوا عنها وحكيها وعملوا ندوة صحفية بالضبط ننتظر منهم أنهم يعملون ندوة صحفية في المضمار هذه ولكن خليني نقول حاجة أنا فيما يتصل بعملية الإقافات اللي صارت هذه كابل بالطيف أنا سألنا حتى داخل منظمة الاتحاد اللي عم توسي للشغل بعض القيادات وحتى بعض التصريحات اللي صرح بيها مثلا عماد الهمامي المنشقة على حركة النهذا شكوة جاب الباجي قايد سيبسي؟ هذه صرح بها لازل العكرمي في غانة نسمة وقال الكمال الطيف هو اللي من أتى بالباجي قايد سيبسي بيس نكون معناه دقيق في التصريح مثلا لازل العكرمي وقال زادة أحمد نجيب الشابي زوزة ذوما اللي هم اللي جابوا نحكيه على البيجي في وقت الوزير أولى ومن بعد تالي هو بيدو كمال بالطيف قام بإسقاط حكومة ليس الفخفاخ بتصريح حباد الهمامي إذن الرجل يعتبر دولة ظل المفهوم اللي قاعد يحوم حول شخصية كمال بالطيف كمال الطيف هذه اللي هو شخصية إنجماتية معناه شخصية شخصية لغز لها يد طولة في مستوى توجيه مسار الدولة والتأثير على التفاهمات التي حيكت في علاقة بالمسار الديمقراطي من 23 أكتوبر 2011 إلى غاية تقريبا 24 جولية و25 جولية اللي سارت شنو اللي حدث في علاقة بالملف هذي السيدة الرئيسة الجمهورية أنهى حكم حركة النهضة كنقولوا أنهى حكم حركة النهضة يجي سؤال ثاني كيف حكمت حركة النهضة؟ هل حكمت بالتمثيل الديمقراطي الفعلي نزيه؟ أم حكمت بتفاهمات هيئة بن عشور في 23 أكتوبر 2011؟ أنا نقول لك النخبة تورطت في تسويق ديمقراطية مصنعة لكي تمكن الجزء المتبقي من الدولة العميقة أن يحكم مع واجهة سياسية اللي هي حركة النهضة وظهر هذية في 2014 وقت اللي صار التوافق المباشر بين نداء تونس وحركة النهضة وقت اللي جيت 25 جولية تم إنهاء حكم حركة النهضة ولكن بقيت جزء من المنظومة القديمة تريد أن تؤثر في المساعدة تعتقد المنظومة القديمة حركة نهضة بقيت والمنظومة القديمة فيها قبل 14 جام لأنه يمكن أن نحكيه على الدولة العميقة لأن خاصة كنا نحكيه على الدولة العميقةomingلت حركة نهضة فقط ما نحكيه على الدولة العميقة لما ما زالت متوجد في الإدارات خاصة النهضة الداخلية وغيرهم تتران بحركة النهضة اليوم متورثة في هذه الدولة العميقة ما زالت تحكم اليوم في تونس جزء من الدولة العميقة هو ما مارسته حركة النهضة من اختراق داخل أجهزة الدولة ولكن الجزء المؤثر هو ما قبل 17 ديسمبر وربما كامل بالطيف هنا هو شخصية تمثل الدولة العميقة التي حان الوقت في مساء 25 جوليا لتفكيكها حتى تستطيع الدولة أن ترد اعتبارها وتنجز غيهانات التي تتعلق بالمسألة الاجتماعية والمسألة الاقتصادية من الجموش اليوم نبنو مجتمع القانون واحنا يحكمون لوبييت خلف ستار المشهد السياسي يتحكمون في اللعبة السياسية ويتحكمون في اللعبة الديمقراطية وبعد تالي وقت اللي يجي السيدة الرئيسة الجمهورية يعمل إيقافات من هذا الحجب الثقيل يجي الفزاعة متاع الديمقراطية وما شابه ذلك